السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد ملخص الجزء الثاني من أنيمي سوكي ناكو جاميكان لو ما شاهدت الجزء الأول عليك مشاهدته قبل مشاهدة هذا المقطع ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل الملخصات القادمة وأهم شيء صلوا على الحبيب ويلا بنا اليوم كايدي كامورا وميسان يعملان معا في تقديم الأكل للطلب وهو سعيد لأنه معها وكما تعلمون ميسان دائما تردد نظارات لأن نظرها ضعيف جدا لكن الآن نظاراتها كصرت وبسبب ذلك تواجه صعوبة كبيرة في تقديم الأكل للطلب إما تقدمهم الطعام أكثر من اللازم أو أقل من اللازم هو متسبب في كل هذه المشاكل هو كامورا الذي قال أنه يتمنى لو أن ميسان تنسى نظاراتها لكن الدعوة تحققت بشكل أكبر من اللازم لهذا نظارات ميسان كصرت لهذا هو قرر أن يساعدها وطلب منها أن يتوله أمر الحتاء لكن هي قالت له أنه لا داع لذلك هي سوف تتكفل بالأمر ليس عليه أن يقلق ليرد عليها من الصعب أن لا أقلق عليك لكن هي لا زالت تابسة على قرارها وقالت له أنه يصرها في علها لن تعيقه بعدها هو بدأ ينظر لها وقال أنه هي لن تعيقه إذا ساعدها قليلا بالإضافة إلى أنها تبدو ضريفة جدا مع تسريحات شعرها الفريدة وزي الطبخ الذي يبدو جميل عليها ليقول لها أنه عليها أن تتريت في صب الحساء عند تقديمه وحاولت فعل ذلك لكن بسبب ضعف نظرها لم تكن تملأ المغرف بجكل كامل وتقدم القليل من الحساء ليقول هو أنه توقع هذا وهي قالت أن هذا يبدو الصعب ليرد عليها لا زلت لا تريد أن تبادل المراكز لتقول له لا هي بخير بالإضافة إلى أنها بدأت تسعر بالجوع ولا تطيق الصبر لتسرب من هذا الحساء ليسألها هل تحبين الحساء لترد عليه أجل أحبه كثيرا وهي أيضا سألت هل أن تحب الحساء ليقوله مع نفسه في الحقيقة أنا أفضل الكاري لكن قال لها أنه يفضل الحساء بعدها جاء أحد الطلاب وطلب من ميسان أن تسكب لها الحساء لكن طلب منها أن تعطيه الكثير من اللحم في الحساء كامورا في تلك اللحظة قال مع نفسه لذلك الشاب كيف تجرؤ هذا طلب صعب جدا سوف تتقي الكاهي لها فقط وميسان قالت لذلك الشاب في المرة القادمة سوف تعطيها الكثير من اللحم لكن الآن ما رأيه أن يأخذ البطاطا بدل اللحم والشاب وافق على ذلك لكن عندما جاءت لتسكب لها الحساء حملت الكثير من اللحم أكثر من المعتاد ليقول كامورا مع نفسه لقد أعطتها الكثير من اللحم أكثر من البقية لكن لا يمكننا لومها لأنه اللحم يشبه البطاطا وذلك الشاب قال لها أنت لطيفة جدا لترض عليه لديها للسكر هي فقط بطيتات قليلة لا تعلم أنها أعطته اللحم بدل البطاطا بعدها انتهى وقت تقديم الطعام وجاء الوقت ليأكلهم وهو تسأل مع نفسه هل احتفظت ميسان ببعض اللحم لنفسها لأن هذا سيكون لطيف بعدها هي أعطت الحساء لكامورا وقالت له هذا لك هو شكرها على ذلك لكن هي اختربت منه وقالت له في أذنه لقد أردت أن أعطيك الكثير من اللحم لهذا احتفظت بالبعض لك أعرف أنه ليس كافيا لرد جميلك لكنني ظننت أنك ستقدر هذا وهو تذكر أنه قدم لها معروف عندما قام بربط حدائها وهي في تلك اللحظة قالت له أنها سوف ترد لها الجميل على متعادته وهو سعر بالصدمة وتفاجأ والكثير من المشاعر المختلطة لأنها احتفظت ببعض اللحم من أجله وقالت له أن الحساء يكون أفضل مع الكثير من اللحم لهذا هو في تلك اللحظة من شدة إعجابه بها بدأ يرتعج مكانه وقال أنه بدأ يحب الحساء كثيرا وهي ردت عليه الحمد لله هذا سوف يكون سرنا الصغير اتفقنا لكن كان هناك أشخاص كانوا معهم يقدمون الأكل لكنهم رأوا كل شيء لكن ليس هناك أي مشكلة بعدها هم ذهبوا للأكل وعندما جالسوا وبدأوا الأكل لم يكن هناك الكثير من اللحم بل الكثير من البطاطا لكن لم يخبروها بأي شيء استمتعوا بوجبتهم وعادوا لمنازلهم وفي الغالد جاءوا مرة أخرى للمدرسة ومرة أخرى هي بدون نظارات جلست مكانها بعدها أخرجت العدسات وقالت أنها تكره عندما ترتديهم وتشعر بالخوف عندما لا تستطيع أن تخرجهم لكن عليها أن تعتاد عليهم لهذا حاولت أن ترتديهم مرة أخرى لكن لم تستطع فعلها ليقولها أنه ليس عليها أن ترتدي عدسات ليس عليها أن تزبر نفسها لكن هي كانت تريد أن ترتديهم لكي ترى قليلا ليقولها أنه لا داعي لذلك هو صوف يحميها حتى لو لم ترتدي أي نظارات أو عدسات وقالها بصوت مرتفع كل الفصل سمعه لتقولها هي كان هذا غريب جدا ومن شدة صدمة تجمل مكانه ولم يستوعب ما قاله لحد الآن لكن هي بدأت تبكي لكن بسبب الفرحة هي تبكي وقالت له شكرا يا كومورا هو في تلك اللحظة لأنه لم يتعافى من الصدمة الأولى والتي تبعتها صدمة أخرى لأنها شكرت حتى أنه بدأ يسمع صوت الطبول في أذنه بعدها مرت عليه ذلك اليوم وجاء يوم آخر لكن هذا اليوم ميسان أحضرت نظاراتها لكن مع ذلك كانت تبدو عابسة هو تفاجأ من الأمر قالها هل هي غادبة من شيئ ما وعندما جلس بجانبها سألها لماذا تبدين عائسة بالرغم من أنك ترتدي نظاراتك لتقوله أنه الزورات في الخارج لهذا نظاراتها تضببت هو تفاجأ من ذلك الجواب لتقوله أنه هي الآن بأمان ما دامت في الفصل ليقول هو مع نفسه أنها دائما تجعل الأمر يبدو وكأنه الشيء أعظيم أعتقد أن هناك الكثير للتعامل معه حتى أنها لم تستطع أن تقوم بإخراج نظاراتها ومسحهم وإعادتهم بعدها ولاحظ أنه هناك زميل له في الفصل يرتدي نظارات لكن بسبب الرطوبة هي فعلا أصبحت ضبابية كأنه يرتدي نظارات ملونة لكن هي عندما رأت توكيتا قالت لكمورا أن هناك شخص غريب في الفصل وسألت هل تخبر المعلم بذلك ليقولها لا داع للأمر إنه مجرد زميلنا في الفصل ليقوله أنها لم ترى عينيه لهذا لم تتعرف عليه وتسألت إن كانوا هم أيضا يستطيعون التعرف عليها لأنها ترتدي نظارات ليقولها أظن أنك بخير لتقولها أظن أن معك حق مدوم تتعرف عليه فأنا بخير يا كومورا هو في تلك اللحظة تفاجأ وبدأ يسمع صوت الطبول مرة أخرى في أدنه المسكين سوف يموت قبل أن ينهي عامه كل يوم من بداية اليوم تصدمه ولو استمر على هذا الحال قبل أن يتخرج من التانوية سوف يحتاج إلى تركيب سماعة الأدن بعدها بدأوا يدرسون وفي الاستراحة هي ذهبت عند كومورا وقالت له هل يمكنك أن تعطيني معرفة لين الخاص بك وهو تطبيق التواصل الخاص في اليابان هو في تلك اللحظة كان من أسعد الناس عندما سمعها تطلب رقمه وقال لها أنه صف يخبرها به ألف مرة لو إذا طار إلى ذلك لترود عليه أن واحدة سوف تكفي ليسألها هو لماذا تريد رقمه لتقولها أنه هي دائما تنسى نظاراتها لهذا قد تحتاج إلى مساعدته يوما ما ليقولها مع نفسه أما زلت تنوين نسيا نظاراتك ليقولها هو أليس من الأفضل أن تخبر عائلتك بذلك لتقولها أنه هي لا تريد أن يرواها محرجة لكن لا بأس إن رأها هو محرجة في تلك اللحظة هو سمع الطبول تضق في أذنه وهذا الشيء كثير جدا لأنه بدأ يتعرض لصدامات بشكل زائد عن اللزم مرة في اليوم كانت كثيرة لكن الآن مرتين في اليوم لهذا هو ذهب للزاوية وبدأ يستوعب في تلك الصدامات ولحسن حظه ذلك اليوم مار بسلام لكن تفاجأ في يوم العطلة أنها قالت له إذا كان متفرق فليأتي عندها للمحطة وهو عندما قرأ الرسالة سقط من على السرير وقال أنه لم يتوقع أبدا أن تطلب منه أن يخرج معها وبالفعل هو ارتدى ملابسه ويستخدم أجمل عطر لديه وذهب يبحث عنها ليجدها تقف على الرصيف ولاحظ أنها نست نظاراتها اعتدرت منه لأنها أحضرت كل هذه المسافة ليسألها هل نسيت نظاراتك لتقول له أنه هي نامت في القطار وعندما استيقضت خرجت من القطار مفزوعة وفقدت نظاراتها اللي يقول لها هو أظن أنه ليس مقدر لك أن ترتدي النظارات بعدها هي أرادت أن تذهب لمكان وطلبت منه أن يأخذها إليه وفكر مع نفسه أنه سوف يتساكعون معا في نهاية الأسبوع وهذا قريب جدا لموعد ومن شدة الفرح قال لها أنه رهن إشارتها هي أمسكت في يديه البن تريد أن تقتله بسكت قلبي حتى هو قال أن موته سوف يكون على يدها وأخذها إلى ذلك المكان الذي تريد أن تذهب له وهو ممسك بيدها ويقول مع نفسه هل علي أن أبقى ممسكا بيدها؟ لا يعلم أنه لو ترك يدها عندما يلتف يبحث عنها سوف يجدها اختفت أو مسكت في شخص آخر تظنه كومورا بعدها دخلوا للمقهى وهي كانت تريد أن تأكل كعكة لأنه عليها تخفيض كبير يوم السبت وهو أخذ قهوة وجلس ينظر لها ويقول مع نفسه أنها لطيفة جدا وتحب الكعكة لكن حاولت أن تأكل الكعكة لكن بسبب ضعف النظر لا تستطيع تحديد مكان الكعكة لهذا هو سوف يكون مساعدها لهذا هي أعطتها الكعكة وفتحت فمها فقط وهو في تلك اللحظة سعر بالصدمة فعليا كانت قريبة من أن تنهي حياته بدأ يفكر أنه يجب عليه أن يصدر والدها ويأخذ موافقتها قبل أن يفعل هذه الأشياء لكن هذه اللحظة لا يمكن تفوتها وقطع القليل من تلك الكعكة وأعطاها لكي تأكل وساعدها في إنهاء الكعكة بعدها أخذها لمكانتان الذي تريد أن تذهب إليه وهو محلا للطارات لأن تلك العدسات التي لديها لا تناسبها لهذا الطلبات واحدة جديدة وعندما دخلت وارتدت النظارات الجديدة قالت أنها تستطيع رؤية كل شيء وهو قال مع نفسه إذن هذه هي النهاية انتهت الأحلام وقال أنه لا يستطيع الآن أن يغسل يديه بعدها هو قال لها شكرا لك على هذا اليوم وهي قالت له لا شكرا لك أيضا وكان هو سوف يغادر لكن أمسكت به وقالت له هل أنت مستعجل ليرد عليها لا لست مستعجل في الحقيقة أنا متفرق طول اليوم لتقول له إذن أريد أن نتسكع قليلا بما أنني أستطيع أن أراك الآن في تلك اللحظة وجهه أصبح أحمر من الخجل بعدما انتهت من أخذ نظاراتها ذهبوا إلى الكثير من الأماكن واستمتعوا بوقتهم حتى المساء هي شكرت على الوقت الذي أمضى معها وهو أيضا شكرها على وقتها وكانوا سعيدين بهذا اليوم بعدها هي غادرت وهو قال أن هذا اليوم كان كالحلم بالنسبة له وهي في الطريق عودتها للمنزل قالت أنه فتا طيب جدا لم ينزعج أبدا حتى بعدما أخرجتها من منزله وقضى كل اليوم معها هي حقا لا تستطيع أن تشكره مهما فعلت بعدها يوم الاثنين يوم الدرسة ومرة أخرى هي جاءت للمدرسة لكن لا تستطيع رؤية أي شيء حتى مع ارتدائها للنظارات وذلك بسبب ارتدائها للكمامة والتي تجعل نظاراتها ممتلئة بالضباب ليسأله هل هي مريضة لتقول له أجل لعلها نزلت برد لكن ليست بذلك السوء هي بخير الآن ليقولها مع نفسه نظاراتها تضببت بسبب أنفاشها لكن رغم ذلك هي لطيفة في كل حالتها لكن بعض الأصدقاء المتنمرين كانوا يضحكون على التقطة لأنه أيضا كان مريض ويرتدي الكمامة وبسببها نظاراته تضببت وكانوا يقولون أنه مضحك وهي عندما سمعتهم تخيلت أن حتى كومورا يظن أنها مضحكة لهذا قامت بنزع نظاراتها هو سألها أين نظاراتك لتقول له لقد نسيتها لكن لم يستوعب الأمر هو قبل قليل رأى ترتدي نظارات لكن هي الآن تقول أنها نستهم وهو بقى يفكر في الأمر طيلة اليوم لم يفهم لماذا قالت له أنها نست نظاراتها لكن هي أحضرتهم لكن المفاجئ هي أنها في اليوم التالي طلقت رسالة حب من زميلهم في المدرسة يعني الفتاة التي هو يحبها طلقت رسالة حب لتنتهي الحلقة الثانية من الأنمي أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك ترجمة نانسي قنقر